السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تكون الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي مقطعنا اليوم عن التعزيزات والقدرات الجديدة فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلاي وخلنا نبدأ بالتفاصيل في التحديث الجديد ثلاثة وعشرين فاصلة ثلاثين اضافوا معنا خمسة ميزات او قدرات جديدة صراحة في منها اتنين جدا جدا رهيبة الان حبيل لكم كل ميزة وخصائصة وطرق استخدامها تمام طب خلنا نبدأ عندنا الميزة الاولى اللي هي دخيرة خرافية يقولك اقتني مسدسا خرافيا هذه الميزة او القدرة اذا انت فاعلتها هيعطوك مسدس خرافي اللي هو الماتيك تمام انا بينت لكم في مقطع طريقة استخدامها لاحظوا معايا هذه هي القدرة مجرد انك انت تفاعلها هيعطوك مسدس خرافي او ماتيك في بعض الناس تحب اللعب في المسدسات فهذا الشيح يفيدكم مرة كثير تمام طيب عندنا القدرة الثانية اللي هي الحاصدة عند تدمير الشجيرات الورقية تسقط قنابل وعناصر غدائية لاحظوا في الميزات واشكالها تمام عشان تعرفوها طيب يقولك عند تدمير الشجيرات ايش هي الشجيرات اللي هي هذه عندنا الشجيرات الكبيرة وعندنا الشجيرات الصغيرة اللي هي حق التوت مجرد انك انت تدمرها هتسقط منها قنابل وعناصر غدائية في بعض العناصر موجودة وبعضها لا بس هذي صورة توضيحية ويقولك العناصر الغدائية ما تستخدمها هتعطيك يعني دم او درع اكثر من اللي تستخدمها العايدية يعني عندك التفاح مثلا يعبيه لك خمسة في المية في طريقة هذي حق الميزة اذا انت اخدت عن طريق تدمير الشجيرات هتعطيك عشرة في المية فهمتو كيف؟ وبعض الشجيرات اذا انت حطمتها هتعطيك قنابل طيب بعد كده عندنا القدرة اللي هي ضاربة الظل اعتر على قنابل الظل عند التصفية وفي الحاويات عند التصفية يعني اما تقتل الاشخاص وفي الحاويات يعني في صناديق الاسلحة قنابل الظل معروفة اللي هي هذي 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 اللي يخليك هذي المخفي لمدة قصيرة تمام؟ في ناس تحب القنابل هذي مرة كثير طيب بعد كده عندنا قدرة الانزلاق الجليدي يقولك احصل على تعزيز سرعة قصيرة المدة بعد الانزلاق على الجليد يعني اما انت تفاعل هذه الميزة مجرد انك انت تنزلق على الجليد بعد كده حيديك مدة قصيرة في الجري السريع انا بيانتلكم اياها بمقطع خلينا اوضح لكم اياها شوفوا لاحظوا اول ما تنزلق على الجليد بعد كده ما تجري يديك مدة قصيرة في سرعة زيادة يعني ما تجي تشرد من الاعداء او اي شي ثاني فتنفع معاك مرة كثيرة تمام؟ طيب عندنا القدرة الاخيرة وصراحة هذه افضل قدرة اضافوها معانا اسمها مقع دريفت يقولك فلتشق السماء بعد مدة قصيرة من انكسار درعك طيب ايش نظامها هذه القدرة؟ اذا انت دمك ودرعك فل لاحظوا معاي وركزوا معاي تمام لانه لها طريقة معينة هذه القدرة اذا انت كان دمك ودرعك فل وجاء واحد دمجك حاجة بسيطة ما تتفعل معاك يعني حتى انت لو فعلت القدرة يعني ما تتسوى معاك اي شي لكن اذا جاء واحد طلق عليك ونقص دمك او درعك بطريقة سريعة هيطيرك رفت يعني هيخرجك من المشكلة اللي انت فيها بطريقة رفت تمام؟ انا سويطلكم مقطع عنها يوضح لكم كل شي بالتفصيل ركزوا معاي في المقطع هذا لاحظوا معاي اول ما تفعلها لاحظوا اذا انت كان دمك ودرعك فل لاحظوا اذا اتدم ودرع فل اذا جاء واحد طلق عليك ما تتفعل معاك لكن اذا واحد دمجك بطريقة سريعة لاحظوا الان شوف يطيرك رفت على طول وخلال الرفت حيتعبى دمك فهذه الميزة صراحة مرة مرة خيالية اللي سووها مجرد انك انت تطير في الهواء حيتعبى دمك من جديد لكن فيه نقطة مهمة بوضح لكم اياها اذا اللي قدامك ايه ممر جبار يعني فيه ناس صراحة ما يخليك تتنفس يعني خلال ثلاث طلقات تلاقي نفسك ميت ما تلحق تتفعل معاك الرفت يعني هتموت على طول فهمتوا نظامة كيف؟ فالنظامة هذه مرة حلو الى الان يعني فيه ناس بعضها تفعلت معاهم وبعضهم لا جميع القدرات هذه اللي انا وضحتها الان يعني هتتفعل معاك تدريجيا يعني ما هتتفعل معاك كلها مرة واحدة يعني بعد يومين تلاتة تتفعل معاك واحدة واحدة الى ما تتساوي معاك كلها تمام؟ فهذا كل شي كان عن القدرات الجديدة وطرق استخدامها في عندنا القدرات السابقة نزلت خمسة وقبلها نزلت اللي هي من بداية الموسم نزلت حل 14 مدر 15 واحدة تمام؟ فجميع القدرات هذه انا احط لكم روابطها أسفل الفيديو اللي بيعرف عنها كل شيء تمام؟ كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله اشترك في القناة اشترك في القناة